الفريق المغربي الأقل من 17 سنة وصل إلى قسانتينا عبر خط مباشر من الرباط إلى الجزائر فعلى متن طائرة رومانية وعلى ما يبدو أن هذا هو الحل الوسط حاول النظام الجزائر عبر أبواقه التسويق إلى أن المغرب رضخ وأن المغرب انهزم وأن فوز لقجة طلق صفعات على يمينه ويساره وعلى قفاه وحتى على وجهه أيضا عندما تستمع إلى هذا الكلام تدرك أن هم هؤلاء الذين يتحدثون هو التطبيل والتزمير ليس إلا لأن الواقع الحقيقي بمنظار محايد بعيدا عن هز البطن لذاك أو هز الورك لهذا المهم أن ينظر إلى الأمور بميزان عقلاني بعيدا عن الغلو والتطرف بعيدا عن الحسد والحقد بعيدا عن الغباء أو الغثاء هذه هي الحقيقة التي يجب أن ننتبه إليها فما حدث يدل دلالة واضحة على أن الأمور ليست كما يريد أن يسوق لها نظام العسكر وأن ما حدث فيه إيجابيات وبلا أدنى شك فيه سلبيات ولكن في وجهه العام فيه فضائح بالجملة لنظام العسكر المنطلق الأول يجب أن نضع شيء مهم كمنطلق أساسي في هذه المسألة أن المغرب ليس لديه أزمة مع الجزائر سواء ذهب بطائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية أو سافر حتى مشيا على الأقدام فهو لم يغلق الحدود لم يقطع العلاقات لم يرد بالمثل الأزمة الحقيقية هي أزمة من جانب واحد أزمة من النظام الجزائري تجاه المغرب حيث الحدود البرية مغلقة من منتصف التسعينات وزادوا غلق الأجواء وقطعوا العلاقات وجيشوا الجيوش على الحدود وما إلى ذلك من هذه الأمور التي تعرفونها لذلك أي شيء يأتي من المغرب فهو ليس موقف من دولة لديها أزمة معاك في حين أي خطوة تأتي من الجزائر ستعتبر إن كانت لصالح العلاقات فهي تقرأ على قراءات مختلفة هناك من يراها التنازل هناك من يراها البحث عن حل وما إلى ذلك من هذه الأمور المهم الفريق المغربي وصل تم استقباله هذا شيء جيد نتمنى لأشقائنا المغاربة قضى أيام طيبة بين أشقائهم في بلدهم وليسوا غرباء عن هذه البلاد ولكن للأسف الواقع الذي فرضه جنرالات الجزائر على المنطقة المغاربية كلها خلانا نصير نشوف مغربي لما يجي الجزائري كأنها نقطة إيجابية وهي نقطة في الحقيقة السلبية ليس في مجيء مغربي إلى جدد الجزائر ولا ذهب جزائري إلى المغرب بل أنه وصل الحال بين جارين شقيقين بلدين تربطهما قواصم مشتركة تطلعات مشتركة أكاد تكون واحدة إلى الغد أنه يصير مثل هذا الأمر إنجاز يضاف لهذا أو ذلك هذا المجيء أولا وقبل كل شيء هو حل وسط يجب أن نفهم هذا فوزي لقجع كان يريد السفر بالخطوط الملكية تدخلت جهات أخرى وكان الحل الوسط ما أجمل الحلول الوسطية في مثل هذه الأزمات فجاء هذا الحل الوسط فيعني وضع الأمور كلها في نصابها المغاربة جاو تم استقبالهم بطريقة جيدة وشاهدنا الفيديوهات وأنا أشيد بهذا الأمر وأشكر القائمين عليه وإن كان الواجب لا يشكر عليه ممن قام بذلك ولا من يستضيف ضيفه يجب أن نشكره على حسن الاستظام ولكن نقول ذلك تجاوزا بحكم الظروف التي تمر بها العلاقات بين البلدين إذن حل الوسط لنتعلم من هذا الأمر قد يقول قائل لماذا المغرب من قبل رفض الحل الوسط في ذلك الوقت المغرب قدم درس للعالم وهذا الذي خل النظام الجزائري يرضخ الآن للحل الوسط ترى لماذا الجزائر أنذاك لم تقترح حل الوسط حينها هاي يا سيد يا لاش مدروا هاش لأن الجزائر الآن لو لم يلجأ الأمر إلى حل الوسط ستكون عقوبات جسيمة والجزائر ترشحت لتنظيم كأس إفريقيا 2027 لو أن المغرب أصر على الصفر بطائرته وعنده عقد مع هذا الطيران لا كانت مشكلة للجزائر إما أنها تضع سيدتها تحت الأقدام كما تدعي أو أنها تتحمل عقوبات ربما تخسر حتى تنظيم كأس إفريقيا 2027 كما لم تفلح في الفوز بـ 2025 المهم لذلك المغرب عندما قبل الحل الوسط فسهل الظروف للجزائر أبعد شبح عقوبات على الجزائر لو أصر المغرب على طائرته أنا أسافر عندي طيراني عندي عقد مع هذه الطائرة لا يمكن أن أستعمل طيران آخر لا كانت مشكلة كبيرة للجزائر لكن المغرب سهل للنظام الجزائري هذه المسألة النقطة الأولى إذن الحلول الوسطية الروح للنزاء الخلافات الكل لماذا لا نتعلم أنه في كل أزمة كاين حل وسط لماذا لا نتعلم هذا هناك أزمة الصحراء كاين حل وسط الحل الوسط في هذه القضية هو الحكم الذاتي قطع العلاقات ومكان الأمور للتصعيد هذا كاين حل وسط هي الوساطة الجزائر في أزمتها مع المغرب رفضت الوساطة ثم بعد ذلك قالت ما كانش وساطة وبعد ذلك جاتب بنع اعترف بأنها كانت مبادرات للوساطة وأنها رفض لأنه ما كانش حلول وقبل ذلك كان يقول ما عندناش مشاكل من المغرب تخبط كبير الجزائر تقول منيش طرف في لزاع الصحراء وهي طرف أساسي تسلح في البوليزاريو بشي قاتلوا المغرب تقول راني مع الحل الأممي وهي تعمل على أن يكون حل عسكري الذي يناقض ما تريده الأمم المتحدة كحل سياسي يرضي جميع الأطراف وما إلى ذلك من هذه الأمور بل أن الجزائر خرجت عن الإجماع العربي على دعم الحكم الذاتي كمقترح وسط المهم أنه تعلموا يا العسكر أن الدبلوماسية والسياسة فيها الحلول الوسط فيها تطرف نحو الحرب فيها تطرف نحو الحب وفيها حل وسط يحاول أن يوازن ما بين الحرب والحب ويكون في صالح الجميع هذا الدرس الأول الذي قدمه فوز لقجع للنظام الجزائري أن كل أزمة عندها حل وسط وما أجمل هذا الدرس العملي والمهني ويريد يستفيد منه صناع القرار في معالجة أزماتهم لأنه لا توجد أزمة ما فيهاش حل وحل إلا الموت حتى الموت لما تدي تدفن شخص الحل أنك تنساه وتتذكره إلا بالرحمة هذا هذه رحمة ربي سبحانه بالإنسان الذي سمي إنسان لأنه ينسى لأنه لو لم يكن ينسى لا مات الإبن كمداً على أبيه ولا ماتت البنت حزناً على أمها وما إلى ذلك من هذه الأمور المهم أنه هناك حل وسط هذا هو الدرس الأول موسيقى 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 موسيقى